إن الزواج العرفي بدأ ينتشر ما بين الكبار ليه بقى الكبار؟ عشان كمان المعيش ما يروحش منها فبعض الفقهاء قالوا إن الجواز العرفي يجوز وحلال ولكن هو المال اللي اتخذوا من المعاشات هو ده اللي حرام ظاهرة الزواج العرفي إلى أين؟ الجواز العرفي حلال ولا حرام؟ حكم الشرع في إيه؟ فكرة إنه هو بيضمن حقوق ولا ما بيضمنش حكم إن بعض الفقهاء قالوا إحنا نفسنا كنا متجوزين العرفي في يوم الأيام النهاردة معايا فضلت الشيخ عبدو الأزهاري من علماء الأزهر الشريف أهلا بيك فضلت الشيخ أهلا معايا الدكتور ربان باريك عمرك فضلت الشيخ هو الجواز العرفي بينتشر ليه؟ طبعا لازم نعرف كلمة زواج عرفي كلمة عرفي العرف هو ما تعرف عليه الناس العرف هو السائد في المجتمع أعراف الناس عادات الناس يعني هو الأساس؟ هو الأساس الجواز العرفي هو الأساس؟ بس ده الإشكال فين بقى؟ الإشكال إن الناس خادت الزواج السري اللي هو بتعمل بين اتنين زوجتوك نفسي وقول لها أنا قبلت بدون شهود بدون مهر بدون ولي وسموه جواز عرفي هذا يسمى الزواج السري إنما الزواج العرفي إن واحد يروح يتقدم لوحدة وبتحصل خطوبة وجيبه شبكة وجيبه مأزول هو غريباً ده بيكونش جواز عرفي ده اسمه جواز العرفي فقهاً العرف هو ما تعرف عليه الناس يعني نحن كلنا متجوزين عرفي؟ كلنا متجوزين عرفي إيه ده معقولة؟ ده العرف في المجتمع لا سيبنا معرف في المجتمع كلمة عرفي إحنا دلوقتي جبنا يعني مأزون وجبنا مهر وقبول كل ده يبقى أرض عرفي؟ هذا هو العرف بقى مش ده العرف والشرع يعني له أركام في الزواج تعال بقى نخرج من المسميات زواج عرفي زواج سري ونقول متى يكون الزواج شرعياً صحيحاً ومتى يكونوا باطلاً لا إحنا كده حنتوه الناس معنا أنا أريد زعف الجواز العرفي اللي بيتم من النهاردة اللي هي ورقتين واثنين شهود وموجودين وبيحبوا بعض وبيعملوا جواز عرف بيمضوا على الورق وبيفي اثنين شهود هو ده اللي نحن نتكلم عنه ماشي توصيف الحالة دي هنقول أن الزواج له أركان لو توفرت فيه أركان الزواج صار حلالاً لو فقد ركن من أركان الزواج صار باطلاً طيب نقول أركان الزواج زوج وزوجة تمام انتفت عندهم موانع الزواج يعني الزوجة مش في فترة العدة مش على ذمة رجل آخر زي ما بنشوف واحدة تجوزت واحد عرفي ها متجوزة واحد تاني تمام الزوج مش متجوز أربعة أو متجوز ثلاثة وممكن فيه مكان للربعة مكان للربعة تمام فانتفت عندهم موانع الزواج وعندنا مهر مسمى بينهم سواء كان معجل أو مؤجل وعندنا اتنين شهود وولي للزوجة وصيغة العقد لو توفرت هذه وولي للزوجة دي لو بكر إنما لو سيب بكر أو سيب لا لو سيب عندنا بقى الأحناف خالف الجمهور ايه وقالك أن المرأة تزوج نفسها بنفسها سواء كانت بكر أو سيب تمام تمام والإشهار ليس روك يعني لو الصورة دي تمت الإشهار ليس روك ليس روك ده من الشهر عند الناس وما يدعين قلبينا ليه بأن 30 سنة في البرامج يقول لك يعني إيه جواز عرفي سري لأ ما هو لازم يتم الإعلان عنه الإعلان ما أقل الإعلان إلى اتنين شهود يعني أجيب اتنين زملاء اللي هي في العمل أو في النادي أو أصحابي هم بدون الشهود وخلاص يا صح ذلك يا صح ذلك تم ناخد قولت صلطي ديفوني في حلقاتنا النهاردة من أستاذ خالد ونستمكملين في فتح هذا الملف الخطير الذي يهم كل أفراد الأسرة وتتصوروا أن في حد بعيد عنه يعني ممكن حضرتك كده تكون مستغرب هو جواز عرفي حجلك من إيه تلاقيه عين من عيالك مثلا أو حد من إخواتك فعشان كده مهم أو نتكلم عنه باستفادة ترجمة نانسي قنقر